إني تذكى وإن الحرب أولها كلامه قال الشاعر طيب ما لا إذا كان بين الناس يمكن تولي مشكلة وعركة وغيظ وخصام بعثرة من عثارات اللسان يقولها شخص في آخر ما لا إذا قال في حق الله في أمور الدين نقاو بعض الناس يصدر منهم تصدر منهم كلمات وعبارات راه تسيء إليه لأنه قد يرتكب إثم وجرم الله أعلم شنوع عقابه عند الله هون شوفوا في عادتنا وتقاليدنا أمثال شعبية هدامة أمثال شعبية ورثناها كيف نقولوا فيها من غير ما نزنوها من غير ما نثبتوا فيها لكنها رايما هي شي رايظارة رايما هي شي سهلة الأمثال الشعبية هذي نذكر البعض منها ولو كانت هي يقول قال كيفش يقول فيها في إذاعة كيفه نقولها لأن المولى سبحانه وتعالى قال كلام آخر معناها كبير مثلا أكثرش من فرعون فرعون الغرور متاعه أشهرده قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت هذه الغرورة خليه يقول فيما بعد أنا ربكم الأعلى آيها والدعاء الربوبي واذكر هنا المولى سبحانه وتعالى هل هذه أنا ربكم الأعلى واذكر المولى سبحانه وتعالى كلمات أخرى هي إلا محلها اللي يمكن نقولها نحن وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلى خيره فإحنا كيف نذكر بعض كلمات ويرد على بعض ناس في المجتمع مش معناها يقول له شبي يقولوا كلمك هكا في إذاعة ولا لأ نقولها باش نصلحوا آية شنو أراكم في إنسان تجيه مشكلة مشكلة عائلية مشكلة في تبويل عليه المشاكله ربما في الدار في صحته في خدمته في كذا يجيه واحد يقولوا يقولوا خليني هاوزاد اسخطني يا ربي بكذا وبكذا وخليني الله في هم ربي يعني انسب للمولى سبحانه وتعالى كلمات غير لايقة هاوزاد اسخطني يا ربي تجيه مع بعضنا ما تتخالش بشي لايقة فما بالك مع المولى سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم بخلقه يقول السادة سخطني يعني كأنه عنده به بونتو المولى سبحانه وتعالى وزاد سخته بحاجة أخرى ولو أنه يستهل إذا قال لك لماذا وإلا خليني الله في هم ربي أعجب والمولى سبحانه وتعالى لا يريد للإنسان المؤمن إلا الخير مش تقول خليني الله في هم ربي هاش نوع هم ربي هذي روية حسب عليه خليني نقاصي في هم ربي ما قال المولى لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا وإلا تقهقاء يقالقوا وتكثر عليه مشاكل يحتج كأنه يحتج على المولى هاش عملت يا ربي تشبيني من مصيبة لمصيبة يخاتم في المولى كيما يخاطم في واحد قلقوا في الشارع ولا قلقوا في الدار ولا في خدم هاش عملت يا ربي هاش بيني من مصيبة لمصيبة وهكذا يعني هذي كلمات لا تليق لا تليق بالمؤمن اللي يحافظ على لسانه لأنه باش نعرف كل كلمة تقولها رأي مسجلة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيت قال ربي أي كلمة ما يلفظ من قول أي كلمة تقولها رأي مسجلة عليك كي تقول أكل عام قلت خليني لي بهم ربي أو زي سخطني ربي أو كذي إلى خيري هذه كلها مسجلة عليك فما اللي يجوز هذا والعيذ بالله هذو ما اللي لا صلاة ولا شيء وربما وربما يدخل في بحر الكفر والإلحاد وكل معناها الفسوق وكذا يجيه واحد ينصحه مثلا يقوله رأو حرام رأو هذي يقوله ما حشتيش بالجنة أدخل لها أنت خليني أنا ندخل لجهن طيب هذه تسجلت عليه قال ما حشتيش بالجنة أدخل لها أنت خليني أنا ندخل لجهن قال تعالى ستكتبوا شهادتهم ويسألون آه نهار أخر آيا سيدي ما قلتك المرة ما حشتيش بالجنة خليني ندخل لجهن سجلت علي يقول قال ما نقصدش لا أعرف رأك تتحدث والمولى سبحانه وتعالى خصص لك ملكين يسجلاني لك كل ما يلفظ من نسان كل ما تلفظه هذا نوع ما حشتيش بالجنة وخلي هالك خلي تهالك الجنة وخليني أنا ندخل لجهن برد بشي تغل الجنة وكذا فما لي يتغشش وتكثر عليه مشاكل يسب الدنيا هالدنيا الكلبة هالوقت الكلبة ويدور على الدنيا وعالوقت آه قال النبي عليه السلام لسى سبوا الدهرة فإن الله هو الدهر إذا تسب الدهر الوقت يعني دهر يعني الوقت عشيكم نعبوها الوقت يعني سبيت المولى سبحانه وتعالى لأنه الذي يسير في الكون ويسير في الدهر وفي الزمان وفي كل شي هو المولى سبحانه وتعالى لأن المولى سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أنتم وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وخير لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لتعلمون به أحيانا يتجنى الإنسان على القدر هذا كلام آخر عند الناس نسمعوه أحيانا تعجهل وتعقل تأدب وأخليق مع المولى سبحانه وتعالى كأنه عارف والمولى سبحانه وتعالى لا يعلم وهو العليم القديم يقول شوفت ربي يعطي الفول للي بليش يزروس عجب يعني المولى سبحانه وتعالى لا يدرك تعالى الله عن ذلك يعطي الفول للي بليش يزروس يعني فما حاجات فما إنسان عخذها حظه من الدنيا كذا وكذا وما يسحقش ينتقد فيش كون ينتقد في المولى لأنه نسب قال ربي يعطي الفول للي بليش يزروس أرى وذي ما هوش سهل قال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إذن هذا تجني على خلق الله إنه كل شيء قال تعالى إنه كل شيء خلقناه بقدر شنو يعطي الفول بليش يزروس قال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أنا قلت بكري عثارات اللسان فما كلمات نقولوها في مجتمع نزمن نحيوها ونصلعها ما لش نور لكم فيه الاخر اللي قول شفت أرسل الفرطاص قريب الرب كلمات معناها ماهينة معيبة وتنسب إلى الله أرسل الفرطاص مش لاصلع يعني الفرطاص كان قبل المريض وما عندوش اشعار هانو قريب الرب خطر الشعار يحميه شوية كلام كلام أرسل الفرطاص هذي توليق تنسبو للمولى سبحانه وتعالى قالت اليقريب الرب يشكون هو الفرطاص قالت والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وهكذا اذكرت البعض برشة كلمات تتقال عن جهل وعن قلة انتباه وقلة روية فما اللي يقول لك هني نكذب ما يسير الكذب في المصالح جائز وقل الكذب جائز النبي عليه السلام في حديث يرويه مسلم عن أم كلثوم أم كلثوم صحبية هذه تروي حديث عن النبي عليه السلام لأن طول بخاخ نتمشي لك تقول لك هذه أم كلثوم صحبية روت عن النبي عليه السلام قالت ولم أسمعه يعني الرسول عليه السلام يرخص في شيء مما يقول الناس يعني من الكذب إلا في ثلاث ثلاث حالات فقط ينجم الإنسان يكذب فيهم أشنو ما يتحل يتحل البيب وتولي آه وقال الرسول لأ ثلاث حاجة أولا الحرب وقال الحرب وخدعة ويجوز في الحرب أن نوجه عدو لمحال أن نستعمل كل الطرق لانتصار عليه نستعمل الكذب أيضا في تضليل وفي مخادعت وكذا يجوز الكذب في الحرب الثانية في الأصلاح بين الناس الثنين متعاركين زوج شورة كافية مع خدمة أمرأة ورجلها زوج جيران زوج من الناس متعاركين زوج عائلات إلى خيرهم ويمشي تقى واحد بشي صلح يقول له قال فيك ذا وقال فيك ذا إلى خير يقول له هل يصلح هذا يقول له لا لا قال فيك خير وشكرك ولو أنه يكلب رأة وملا شكر ولا قال في خير أما بشي صلح بشي قرب الأنفس لبعضها يجوز له أن يكثب يقول له ليه أنا نحظت عليه أنه يحترمك ولاحظت أنه ما قال فيك كان خير ولاحظت أنه يتوسم فيك كذب معني بشي المهم ما شنوه بشي صلح ويقرب الأنفس لبعضها وثالثة الحاجة الثالثة ليجوز فيها الكذب هو حديث الرجل لمرأته وحديث المرأة لزوجها يعني نجم الرجل الرجل الزوج يعني ينجم يشكر مرته بحاجات ولو أنا ما فيها شي وقلها أنت كذا ويردها أحسن وحدها وتنجم هي تقول أنت أنت الكل وأنت زوجي ورأو تقاهل بالعكس لكن في نطاق التقريب بين الأزواج يعني تقريب مش في المسافة وفي الخدمة التقريب في الأنفس فيما بينهم بين بيناتهم يجوز أن هي تشكر بشي هي مش غير مختنعة بي وإلا هو يشكرها ويثني عليها وكذا بشي هو مش مختنعة بي المهم يكسب ودها أكثر وعطفها محبتها وهي تكسب محبته أكثر حتى يستقر البيت أفضل فما حاجات زي دا قولوها ماذا الكذب في المسافة العجيز أنا قلناش معناها كذب في المسافة العجيز مش في كل شيء فما ليقول لك هذه نسمعوا فيها حتى ولدت في التلفز في بعض قنوات وفي بعض الناس اللي يقول كوهو أشكون مشايا للقبر ورد الخبر أعجب يعني ينفي أشي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أشكون مشايا للقبر ورد الخبر يعني ينفي كونه فما حساب ويبدأ هذا الحساب من القبر ويبدأ من الموت الإنسان من القبر إما القبر يكون جنة روضة من رياض الجنة وقال يكون ولعيذ بالله بؤر جهنة هذا أنت وعمل للإنسان ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قال نعم عذاب القبر حق قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده يصلي صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر كان وقتها من اللي قال يقل كلمتك وقت ما فماش يصليها وما يتعوذ شي من عذاب القبر هذي شنو هني شكون مشا للقبر ورد لخبر معني ننكره ننكره الحساب ننكره نهار اخر فما لي يقولك ما فماش بعض وفماش حساب هذي شنو هنو يبدأ من القبر هذي أشياء يعني إنسان أحيانا تخرج منه من غير ما يشعر وإلا يشعر لكن يجب الإنسان يراجع لسانه ويراجع نفسه ويعس على لسانه عثرات اللسان نراهي قد تؤدي بصاحبها إلى ما لا يحمل عقبه في الدنيا وفي الآخرة شنو يقول لك الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة أعطيني نوصل لك الحاجة فلوس ولا منصب ولا كذا المهم نوصل لها مهما كانت الوسيلة ده ده دنيئة خسيسة مهينة مهم نوصل فما فما يوصل يوصل للمكان ولا المنصب ولا حاجة على حساب كرامته على حساب أخلاقه على حساب حتى أهله يحب يقول لك المهم نوصل الغاية تبرر الوسيلة وهي طريقة ميكافيلية مهينة ظهر في القرن قبل الماضي ورفضها الكثير فما اللي يتمطع وتهجم على يقول لك المدب والعقرب ما فيما تقرب عجب نقارنوا المدب بل يحفظ كلام الله يتلو كلام الله ويعلمه للصبية وللناس وكذا مؤدب مؤدب قرآن يشبه هو يقرنوا بالعقرب المدب والعقرب ما فيهم ما تقرب ما ملاش كون نقرب ما إذا كان المدب والعقرب النوع الأخر من الناس اللي تعرف ما اللي نشوف فيهم وإنه وإلا وإلا يقول لك الأقارب عقارب ما لا نقطع الرحم ونبعد على الأقارب يعني يوطد العلاقة مع الأبعد والأقارب لا يمشي لهم لا يزورهم لا يحسن لهم لا حد شيء هذه كلها من الأشياء التي تسيء في لسان الإنسان يعني إذا ما يعسش على لسانه قد تهوي به هذه الكلمة أحيانا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تهوي به أربعين خريفا يعني الله وعلم كيفش نية تهوي به في قعر قعر جهنم ما الإنسان يعس على لسانه لسانه اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ وهل ثكيلتك أمك يا معاذ وهل يكبوا الناس على وجوههم اللي حصائد ألسنتهم وشكون ليكب الإنسان على وجهه في جهنم يوم القيم ما قال يحسدوا من ألسن كان قال كلمة عيب وكلمة شر وكلمة سوء كذا هذي كي يجنيها فيما بعد ولذلك كان الصحابة رضي الله عنه كان أبو بكر رضي الله عنه حريص على التقوى والاستقامة وكذا كان أحيانا يدهر عليه أحدهم يقاه ممسك بلسانه شدد لسانه ويسأل ويسأل ويقول هذا الذي يوردني الموارد هذا هو الذي يذرني راني خايف من هذا اللسان لأنه تصدر منه كلمة يصدر خلينا كل يسبوا الدين ويسبوا وكلام الفاحش وكلام البذي وكذا نسمعوه ولينا راو ما نسمعوه من الرجال والنساء من الشباب والفتيات والفتيات من الكل حتى الفتيات وكان مش الصود تقول هذا قالها شاب وهو يا فتاة كلام بذي كلام فاحش سب الدين سب الجلال هذه كلها سيحاسب عليها الإنسان ويعرف الإنسان كيف يتحكم في لسانه يتحكم في أقواله في في تصرفاته حتى لا تهوي به أبعد ما بين السماء والأرض كما بين النبي عليه السلام هذه بعض عثارات اللسان عثارات اللسان عديدة والإنسان يصون نفسه لسانك صوانك كان صنته صانك كان خنته خانك هذا وبالله التوفيق والله أعلم نلتقي بعد قليل للإجابة عن بعض الأسئلة والسلام عليكم قلبي مشتك يا صاحب القراء يا محمد سيدي هاجد لشواء قلبي مشتك يا صاحب القراء يا محمد سيدي هاجد لشواء قلبي مشتك يا صاحب القراء يا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة